بعد عقد 30 دورة لاجتماعات اللجنة الأردنية المصرية المشتركة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع أكثر من 150 بروتوكولاً واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات يناقش الأردن ومصر عقد الدورة المقبلة في عمانة قريباً هذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور بيش الخصوني خلال استقباله رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق الذي يزور الأردن حالياً وشدد الخصوني على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والتي تحظى برعاية واهتمام الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كما أكد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين عمانة والقاهرة لما له من أثر واضح على تعزيز العلاقات المشتركة وخدمة القضايا العربية ومواقف البلدين تجاه مختلف التحديات الإقليمية والدولية أدى تعطل أنظمة التكييف في مستشفى الأمير فيصل إلى تأجيل إجراء عمليات تحتاج إلى درجات حرارة ملائمة وفترات طويلة كعمليات العظام وفي رده على ملاحظات وردت إلى رؤية أكد مدير المستشفى الدكتور غازي شركس تحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات المجاورة إلى حين إصلاح الخلل الفني وعودة عملي ومواعيد قسم العمليات كما كانت مطلع الأسبوع المقبل عملياتنا قائمة لعمليات العادية عمليات العيون عمليات الجراحية العمليات الأنفوذن الحنجرة وعمليات العظام التي لا يوجد فيها استعمال للسي آر مفترات طويلة حاولنا حاليا نقنن الأمور فنأجل بعض العمليات التي ليست طارئة حتى لا نشغل غرف العمليات نخليها للعمليات الطارئة نحن صرنا شغالين حوالي ثلاث أربع أيام وأجد الشركة قيمت هل حاليا قائمين الفنيين بالتصليح وبتوقع المشكلة ستنتهي إما اليوم أو غدا إن شاء الله تستكمل أمانة عمان الكبرى عمليات تعبيد طرق في العاصمة ضمن خططها لإعادة تأهيل الشوارع الشريانية والرئيسية المساحة المستهدفة في المرحلة الحالية التي بدأ العمل بها في نيسان الماضي تقدر بأربعمائة ألف متر مربع وبكلفة مليوني دينار وشملت المرحلتان الأولى والثانية تعبيد ورصف وصيانة طرق رئيسية وفرعية في مناطق في جنوب وشرق عمانة وشمالها ومن المتوقع أن تستكمل هذه المرحلة منتصف الشهر الحالي هذه الأعمال تقوم فيها أمانة عمان سنويا لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية موزع لشوارع أمانة عمان بمشاركة خبراء وباحثين في مجال الأدوية بمشاركة خبراء وباحثين في مجال الأدوية أطلقت جامعة العلم والتكنولوجيا اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الصيدلة بالتعاون مع شركات ومؤسسات محلية ودولية ويستعرض المشاركون أحدث التقنيات والأسليب الحديثة لتطوير مهنة الصيدلة رئيس المؤتمر عمد كلية الصيدلة في الجامعة الدكتور ساير العزام أكد لرؤية أن الفاعلية تستهدف مناقشة أحدث التقنيات والأبحاث التي تسهم في تطوير المعرفة وتعزيز الرعاية الصحية مثل اكتشاف أدوية جديدة والكيمياء الدوائية والاقتصاد الصيدلي والذكاء الاصطناعي في العلوم الصيدلانية يشارك في المؤتمر أكثر من 26 متحدثا من عدة دول ويحوي المؤتمر أكثر من 40 ملسقا مبتكرا من باحثين من عدة دول نأمل أن يكون هذا المؤتمر فرصة مثمرة للجميع لتبادل المعرفة والأفكار وأن يسهم في بناء شبكة علاقات قوية بين المتخصصين في مجال الصيدلة يناقش هذا المؤتمر عدة مواضيع هامة في علم الصيدلة الحديث ومنها موضوع الهام وهو موضوع المضادات الحيوية هذا الموضوع الذي يقع عاتق إدارته على مقدمين رعاية الصحية والمريض من جهة المريض من حيث التقيد والتعليمات الطبيب والصيدلاني ومن حيث مقدمين رعاية الطبية الطبيب والصيدلاني في إعطاء التعليمات الصحيحة والبروتوكول العلاجي الصحيح وفي سياق متصل انطلقت في عمان اليوم أعمال المؤتمر الصيدلاني السابع لأسس نقل وشحن وتخزين وتوزيع الأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لضمان وصول دواء آمن وفعال للمريض المؤتمر ترعاه المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويجمع نحو 120 مشاركا من سبع دول عربية وأجنبية ويبحث في أبرز التحديات التي تواجه قطاع توريد وتخزين ونقل الأدوية لا سيما في ظل التغيرات المناخية العالمية وتحدث المشاركون عن سلسلة نقل وشحن الدواء وتوزيعه التي أكدوا أنها لا تقل أهمية عن إنتاج الدواء وتصنيعه وأوضحوا أن أي اختلال في تعرض الدواء لرطوبة أو حرارة يؤثر على فعاليته ومأمونيته هدفنا الأساسي هو إيصال دواء آمن وفعال للمريض إحنا كثير من ركز كنا في التسعينات وبالبداية الألفين ركز على موضوع الصناعة الدوائية هلأ إحنا من ركز نعتبرها تشين كاملة عشنا نسميها سبلاي تشين منجمينت هي تشين كاملة إذا أنا صنعت الدواء بطريقة صحيحة بس ما نقلته وخزنته بطريقة صحيحة وآمنة ما رح يوصل للمريض بطريقة آمنة وفعالة فما رح نحقق الغاية المطلوبة من التصنيع مشاركتنا اليوم في مؤتمر أسس التوزيع الجيد يعني مشاركة فاعلة كانت لأهمية هذا المؤتمر في إيصال الأدوية بطريقة آمنة بداية من المواد الأولية حتى تصل إلى يد المستهلك النهائي إبداعات جرشية مهرجان جمع إنتاجات متنوعة في مجالات الأغذية والمأكلات التراثية والأعمال اليدوية والحرفية تقوم عليها سيدات من المجتمع المحلي في جرش استمرارا لحالة الفرح بمناسبة ذكرى الاستقلال وزفافي ولي العهد المهرجان الذي نظمته مديرية ثقافة جرش وافتتحته وزيرة الثقافة هيفاء النجار يتمحور حول ترويج إنتاج سيدات المجتمع المدني وإبراز عادات الأجداد وقيمهم تعبيرا عن أصالة المكان وعمق التاريخ في جرش واجتمل المهرجان السنوي في نسخته السابعة على معارض متنوعة تراثية وفرق فنية ومسرحية وشعرية على مدى ثلاثة أيام هذه استمرارية لحالة الفرح الأردنية والعمل المستمر الدائم من أجل أن تبقى الثقافة في قلب كل ما يتصل ضمن رؤيتنا الشمولية نعمل بتشاركية كاملة ما بين كافة وزارات المملكة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية نعمل بتشاركية كاملة مع المجتمع المدني مع مؤسسات المجتمع مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مع القطاع الخاص نريد لهذه الحالة الإيجابية أن تستمر ونترجمها بعمل دائم لتطوير الصناعات الثقافية الإبداعية هذه المهرجانات هو مهرجان سنوي هذه المهرجانات تساعد على التمكين الجمعيات للتسويق منتجاتنا الحرفية والتراثية والمأكلات الشعبية هذا وتتواصل الاحتفالات الشعبية بزفاف ولي العهد على الأميرة رجو الحسين في محافظة العقبة إذا أقامت الجمعية الأرثودوكسية احتفالا برعاية رئيس سلطة العقبة الإقصادية الخاصة نايف الفايز وحضور ممثلي الدوائر الرسمية والشعبية وأبناء الطوائف المسيحية رئيس الجمعية الأرثودوكسية في العقبة بشير حددين قال إن الاحتفالات التي تعم المملكة تهاجا بالمناسبات الوطنية تجسد التفاف الأردنيين حول الوطن والقيادة وتعد فرصة للاحتفال بالإنجاز والبناء وأكد أن احتفالات الأردنيين بزفاف ولي العهد تعكس حالة فرح أردنية بهذه المناسبة الغالية والتفاف الأسرة الأردنية حول قيادتهم أقامت في هذا المساء الجمعية الأرثودوكسية حفلا مهيبا بهذه المناسبة أيضا وهو تصطير لللحمة الوطنية الأردنية وأيضا على العقد الاجتماعي الذي عقده الأردنيين مع قيادتهم مسيحيين ومسلمين اليوم نقول جميعنا تهانينا لسيد البلاد تهانينا لولي العاهد تهانينا لجلالة الملكة وللأمير الرجو الحسين أحبينا في الجمعية الأرثودوكسية أن نحتفل مع أبنائنا من الطائفة المسيحية ومن المؤسسات الحكومية والرسمية في العقبة لنتشارك معا في هذا الاحتفال المهيب الذي أفرح قلوب كل الأردنيين طبعا اتزامنت كل أفراحنا الاستخلال مع عيد زفاف سمو الأمير مع عيد ذكرى الثورة العربية الكبرى فهذه كلها أعياد متزامنة قررنا في الجمعية الأرثودوكسية ونتشرف أن نقيم هذا الاحتفال ونحن دائما نجدد البيعة للعائلة الهاشمية بصبغة تراثية وريفية افتتح مؤخرا أول نزل ريفي في بلدة أم الرصاص في البادية الوسطى ليقدم خدمة الإيواء والطعام والشراب لزوار الموقع الأثري منطقة أم الرصاص منطقة أثرية جميلة وفيها مواقع أثرية ممتازة جدا وكويسة نحن كجمعية نظرنا للموقع أم الرصاص بشكل عام وجدنا أنه ينقصه كثير من الخدمات كان أكثر شيء ملح أنه هو وجود مكان لإقابة لإقامة الزائر في أم الرصاص فجاءت فكرة أنه ناخذ البيت الريفي هذا من وزارة السياحة والأثار ونرممون أهله بحيث يصبح نزل ريفي على الطراز البيوت الأردنية القديمة كل الأدوات فيها مثلاً عندنا هذا اللي قال عنه الفنار اللي يشتغل على الكاز القديم اللي كانوا يستخدمونه جدودنا بابور الكاز كانوا يطبقوا عليه كانت يعني حتى إلو رونق وإلو جمال لما يستخدم وتطبق عليه من أهدافنا تطوير السياحة في أم الرصاص وإقامة المشاريع السياحية وتعليم المجتمع المحلي وتسقيف المجتمع المحلي على السياحة كون منطقة جديدة يعني صارت على الخارطة السياحية بالأردن طبعاً لما يجينا إحنا السائح الأجندي يعني هاي فكرتنا لما يجينا السائح الأجندي بديوا شوف إشي مميز بديوا يتعرف على ثقافتنا بديوا يتعرف على كيف كنا عايشين إحنا قبل مثلاً سبعين ثمانين سنة لما يشوفوا كيف كنا عايشين وتفاعل معنا وتفاعل مع المجتمع المحلي إحنا نقدم صورة مشرقة أولاً للوطن والشحب الأردني اشتركوا في القناة